كان الكلام ده كان يعني وقتا ما كنت انت في الملايك لا لا ما كانتش في كت مش كده برضا لا لا ما كانتش الأمور بالصعوبة دي لأنه ما كانتش فيه سوشيال ميديا ما دي من حلاوة الجيل اللي انت بترمز دي ولي انت بتنتابل يعني في الإسلام جيل غير ملوس بكل بقى سلبيات السوشيال ميديا والنيران اللي ناس بتئدها مش عارف لمصلحة ايه اكيد مصلحاتهم هم الشخصية والترندات وعدد المتابعات والمشاهدات هواس الترند بس ده بوز بوز الليلة بوز المنظومة بوز متعة المشاهدة حتى في بعض الاحيان اه لا دي حقيقة دي حقيقة ولكن في النهاية اصبحت السوشيال ميديا جزء من حياتنا لا احد يستطيع ان يمكن هذا الأمر يعني كلنا دلوقتي بنتكلم عن السوشيال ميديا ايه اللي النهاردة السوشيال ميديا رايح على فين الترند النهاردة رايح على فين طبعا طبعا ولكن دايما احنا بنحاول يعني دايما احنا وده طبعا بالاتفاق مع كل المجموعة اللي موجودة دايماً بنتكلم على التريند الإيجابي التريند الإيجابي اللي هو دايماً بيمشي في مصلحة البلد واللي ساعد على البونة اللي ساعد على البونة مش الهدم بالضبط كده مش إن أنا طالع أقول إنه والله أشتم كريم علشان أبقى أنا المرأ واحد لا طب ما أنا أتكلم من أقول ممكن أنتقد كريم مفيش أي مشكلة ولكن أنتقده بشكل إيجابي يخليني أقدر أبني على اللي جاي والناس لما تشوفنا تبقى مبسوطة وهي بتتفرج علينا مش اللي هي بتسمع كلام ما يصحش إن إحنا نسمعه وما يصحش إن هو يطلع مننا وخصوصاً كمان لما يكون الأطراف الحوار اللي أنت بتتكلم عنه ده شخصيات رياضية وكل ما تكون مرموقة أكتر كل ما المفروض إن ما يصحش يعني حتى يتقال في حضرتهم النوع ده من الكلام إحنا في نهاية المطاف بنتكلم على نادي كبير تقيل عريق لتاريخ يعني ممكن زي ما كنت لسه بقولكم شوية ممكن نقعد نتكلم عنه أيام وأيام مش مجرد حتى حلقات من الأهلي في المنديال أو غيره من البرامج وبيمثل مصر وبيمثل كرة القدم الأفريقية في معترك يعني مش غيره كتير بيروح له يعني أصلاً تكرت يعني نادي الأهلي محاول بس إيه حسس على الكلام لا أصلاً مفاش دي حقيقة دي مفاش تحسيس دي حقيقة الحقيقة اللي ممكن لازم أو لازم نقولها يعني زي ما بتقول واحد زي أدو واحد بيسوي كم؟ اثنين ما يسويش ثلاثة أبداً صح؟ طبع طبع حلو جداً النادي الأهلي وممثل مصر الوحيد اللي راح كسل عام بس ما دي حقيقة بالمناسبة بالأرقام وبكل شيء طبع 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 بالتالي لا دي حقيقة ولازم نقولها